مرحبا برج الأسد رح أسوي لكم القراءات الإسبوعية من تاريخ اليوم أعزائي خير القراءة رح تكون حق الشمسي الطالع والقمري دائما الشمسي أولى إلا إذا لم ينطبق عليك توجه نحو الطالع القمري زحل وغيره رح نشوف القراءة بشكل عام ما هي الرسالة لك على جميع الأصعدة العاطفية القانونية العملية وحتى الصحية أول كات Ace of Pentacles بداية جديدة بداية موفقة أحس أن هنا دائما البدايات الجديدة ممكن تكون عرض من شخص ولكن هذا هدف معين أنت رح تنجح في تحقيقه بنفسك في الفترة القادمة Goal Goal يكون دقيق رح تحقيق الهدف بنفسك ما هو الهدف أن تحصل على النجمة ما أعرف ليش الزاهد هنا أحسه يبحث عن الراحة في الحياة أكثر من الأبراج الثانية اللي يبحثون عن شريك أو عن شيء معين عشان يكونوا سعيدين معه في الفترة القادمة يا برج الأسد أنت تبحث داخل نفسك عن مصدر سعادتك الداخلية شنو اللي يسعدك هل هي فعلا الأموال هل هي الأبناء الشريك الزوج رح تدرك أن كل هاي الأمور دائما تتعرض إلى التغير مو ثابتة تمر بمراحل تسعد وتنزل تضطرب ثم تفت أنت رح تبحث عن السعادة الداخلية في الفترة القادمة وأيضا على الصعيد المالي المهني في التجارة رح أيضا تحقق الهدف أنت رح تظهر للأبراج الثانية في الفترة القادمة أنه ممكن جدا الإنسان يكون روحاني وعنده علاقة قريبة بربه ولكن في نفس الوقت يكون ماديا واعي ويحقق أهدافه ويحصل على الرخاء رح تجمع بين الأثنين يا برج الأسر عندنا فارس الأغصان لن تنسى المتعة في نفس الوقت يعني التوازن جميل عندك ينتظرك في المرحلة القادمة كأنما أنت مثال يحتذا به الأبراج الثانية في الفترة القادمة لأنه محافظ على التوازن في جميع الأصعدة تعرف متى يحين وقت المتعة أوكي تعرف أن تكون مرح في نفس الوقت تعرف تكون جاد تتواصل مع ربك وعندك ثقة بربك تعرف ستصل إلى مرحلة المعرفة وتجمع بين المعرفة دائما كارت العالمة يتحدث عن الخزينة للعلم حافظة الأسرار كارت برج الحوت ولكن مشار دائما تتحدث وتعبر عن هاي الأسرار والمعرفة اللي عندها ستجمع بين المعرفة الداخلية ولكن أنت ستجمع بين الأثنين بين المعرفة الداخلية ستحقق توازن وبين الحياة العملية اللي فيها مهام اللي فيها مسؤوليات اللي فيها الحين لازم أروح العمل وبعدين أرجع أطبخ كذا وأنظف كذا وبين أنا أطمح وأريد أشياء أفضل سأحققها ما راح أنساها ما راح أتنازل عنها راح يبرز شغفك وقوتك الحقيقية اللي هي في طبيعة برجك يا أسد في الفترة القادمة هل من نصائح بخصوص هاي الموضوع ستة الأكواب الماضي أو الذكريات اللي راح تختارها في الفترة القادمة دائما كل إنسان عنده ذكريات معلمة سلبية وذكريات إيجابية أنت ستختار النجمة ستختار ستة الأكواب ستختار أنت تذكر بغض النظر عن الظروف اللي تمر فيها في الفترة القادمة راح تختار الذكريات الجميلة المرحلة اللي كنت تملك فيها الأمل تتذكر أن أنت بالأمل يوم من الأيام بدون ما تمتلك أي شيء ثابت أو أي جواب واضح للأسئلة اللي يسئلونها الكبار ولكن قدر تتحقق لنفسك راح كأنما تعيد صياغة الماضي بأسلوب جديد تردد عيدها النجاحات القديمة راح تحاول أن تعيد أن تكررها احتمال أيضا على الجانب العملي أن ترجع إلى مجال كان يسعدك أكثر الجانب الحالي أشوف أنه ماديا يعطيك أكثر ولكن ستحاول الانتقال إلى الشيء اللي كان المادة فيه أقل ولكن سعادته أكبر ممكن يكون تواجدك في محيط البيت ممكن يكون مظيفة ثانية ممكن يكون أي شيء عندنا كارت العالم The World كارت العالم إهني يعني لي أن يا برج الأسد في الفترة القادمة أغلب الأبراج راح يكونون في بحث بقيمة نقارنك بباقي الأبراج لأن أنت فعلا كأنك على مستوى ثاني من الناضج الروحاني عن الأبراج اللي قريت لهم في السابق أنت أتممت المرحلة بنجاح مرحلة البحث أنت أول الواصلين لين للمرحلة الجديدة المرحلة اللي تحافظ فيها على توازنك المادي والدخل الأحلام أوكي احتمال أنك راح تستلم مبلغ مالي أيضا كبير بسبب نهاية خدمتك في قطاع معين مع أشخاص معينين مكافأة يعني مكافأة نهاية خدمة وتكون مستعد أن الجانب اللي كنت دائما تجد فيه نفسك أسعد مساعدة الآخرين احتمال مجال التدريب مجال التطوير تسويق مجال فيه إبداع أكثر أوكي نستطويلة من الأسباب أنت في الفترة القادمة راح تكون متاعك خفيفة فارس الأخصان عفوي سعيد مستعد للمغامرة في أشخاص يحاولون أن يقولون لك لا خطأ يخوفونك طاقة السيوف طاقة العقل يخوفونك وعندهم أسباب ولكن ما الذي ينتظرنا من برج الأسد ينتظرنا ستة الأخصان أنت عندك طاقة تحدي مع هذلين الناس الناس اللي دائما كانوا يعتبرونك فشلت في مجال معين لم تحصل على الشخص اللي في بالك أوكي خسرت كانت عندك خسارة نعم في السابق ولكن خسارة أنت خلاص مريت بمرحلة البحث عن الذات والبحث عن النجمة البحث عن الخلاص وصلت أيضا إلى الخلاص أنت على مشارف الوصول ترى لا تنسى عندك الفارس فارس السريع صاحب التغيير أوكي صاحب في بالك هذا الشيء في الفترة القادمة أن الانسحاب طيب تدري ليش بعد أسمعلك هاي الكلمة لأن الأشخاص المحيطين اللي من الماضي هني حاولون أن دائما رجعونك إلى المرحلة اللي برج الأسد كان موجود معاهم في نفس المكان ويحتاج لنصحهم يحتاج لتوجيههم يبوني رجعونك نفس المكان ولكن أنت كن أذكى منهم وستكون أرهني أنت رح تكون أذكى منهم رح أول شي تخب نيتك تخب نجاحاتك ورح تنسحب انسحاب تكتيكي ترى دائما تبع السيوف مو شرط تعني الخيانة أو السرقة بشكل واضح تعني أن نحن نحن نخب الأشياء الجميلة تحت الرداء عن الأشخاص اللي ما يفهمونا ما يفهمون رحلتنا حتى لو كانت نيتهم طيبة وهم ما يفهمون دوافعنا ليش الأسباب ما نقدر نضيع وقتنا وطاقتنا نفسر لهم ليش احنا نرب نروح المكان اليديد ليش نب نتوقع البداية الجديدة ليش نحتاجها في حاجة نحتاج احنا خلاص ختمنا مرحلة معينة بنجاح انتهينا تعلمنا الدرس حان الوقت للبداية الجديدة وإن كان بعيدا عن الأشخاص اللي من الماضي مقابل ستة الأكواب كرت الذكريات عندنا ستة الأخصان ما أشوف أي أحد مستعد أكثر منك يا برج الأسد لأن يواجه ويلتهم الجديد الاهتمام اللي ستحصل عليه النجاح السريع ستجد نفسك في مكان جديد في مجال جدا تستمتع فيه لطالما أحببت احتمال لخص في أنك دائما تتعامل مع الناس في المبيعات في المعارض في جانب دائما تسلط فيه الأضواء عليك تحتك فيه بالأشخاص تعرض بضاعتك على الناس راح تتوج في هذا المجال بعيدا على الأشخاص اللي ما يفهمونك راح تلاقي على الجانب الثاني أشخاص كأنما هم قبيلة مخلوقين من أجلك أنت لأنه يفهمونك ودائما عندهم نفس المبادئ نفس التوجه راح تلاقي لك جمهور يناصبك على الجانب الآخر راح أشوف إذا فيه أي رسالة ثانية نتوقع حالك أشوف الجانب اللي قريته الحين يخص الجانب العملي أكثر فاحتمال الرسالة القادمة تكون عن الجانب الصحي أو القانوني والعاطفي عندنا ثلاثة الأكواب الاحتفال أوكي خرجنا أشوف أنك راح تحتفل مع أشخاص الأشخاص ها بنساعدك أن تخرج من مصيبة من مأزق أوكي وبعده عندنا أوكي ستنفرد بواحد من هذلين الأشخاص احتمال أكثر من الشخص راح يساعدك في المستقبل من زين ممكن يكون شي بسيط مثل التقديم على وظيفة الحصول على التخصص اللي ترغب فيه في الجامعة حادث سيارة بسيط يساعدونك فيه أوكي وإيضا تكرر عندك كرت الزاهد مثل ما قلت لك من بين كل هالأشخاص كذا شخص راح يساعدك في المستقبل لتخطي عقبه ما العقبه هذه كأنما الله وضعها في دربك ومو عشان أنت وضعك العادي ما تستطيع ما تدل الطريق لها شلون تتخطاها لا الغرض من هاي العتبة إن هذلين الأشخاص سيدخلون حياتك راح يدخلون في المستقبل أو احتمالهم موجودين حاليا اللي ساعدوك من بين هالأشخاص أنت ستقع عيناك على شخص يعجبك يدخل في بالك راح يدخل في بالك شخص راح تختاره مو أهو اللي راح يختارك مو معنات إنه ما راح يرغب فيك لا أنت اللي هني في هذا الوضع ما بين كذا شخص عندك اليد العليا وكأنما عندما تختاره هني أشوف كأنما تتوجه أنت بيدك كل الخيارات وتختار الشخص اللي راح يكون لك شريك ترى هني اختيارك اللي يعني أن أنت اللي راح تتوجه أنت اللي راح تعطي هذا الامتياز كأنما هذلين الأشخاص كلهم يريدون أن يكونون تحت أعتابك على بابك أوكي يبون يكونون معاك في حياتك يا برج الأسد ولكن أشوف أنه ستقع عينك على شخص واحد منهم ولكن لسبب لا تنسى أنك مثل ما قلت لك متواصل جدا مع ذاتك في الفترة القادمة ومع ربك فعندك الكثير من الروحانية وإن كان ظاهر الموضوع اختيار رومانسي ولكن وراءه أنت حسيت بارتباط روحي أنت حسيت أنه في سبب كبير لهذا الشخص يدخل حياتك وأيضا تحس أن هذا الشخص أوكي رح يساعدك في رحلتك الروحانية رح يضيف لك ما رح يأخذ منك من أجل ذلك أقول لك أنت اللي رح تختاره عندما ترى فيه شيء سيضيف لك أنت تحتاجه مفيد لك رح تختار المفيد لك ترى في الفترة القادمة وهذا اختيار جدا ذكي يجمع ما بين العاطفة والذكاء رح أسحب لك كرت أخير تبع النصيحة بالضبط يا برج الأسد أنت في مرحلة المعاجز والنعم أنت في مرحلة الحصاد أنت في مرحلة وصلت فيها إلى مكان جميل مع ذاتك وأن تدرك هذا الشيء تدرك أن كل شيء كل وضع أنت تكون فيه في الفترة القادمة هو بمثابة هدية أنت جدا متواصل مع نفسك وذاتك روحانيا في الفترة القادمة لدرجة أن ستدرك أن حتى العقبات اللي تواجهها القلق البسيط الخوف على أنك وصلت وستوصل إلى الكثير دائما رح تحتاج إلى أشخاص يساعدونك ستدرك أن وراء هذا الشيء السبب مو حاجتك لهم ولكن في سبب أسمى في سبب عميق احنا ما ندري فيه ولكن أنت رح تكون واثق في أسباب إحنا ما نشوفها مثل الزاهد اللي يبحث عن النجمة في وسط الظلام عنده إيمان عنده اعتقاد أنه سيجد النجمة عندك إيمان أنه أنت مو محتاج للآخرين ولكن الآخرين تضطر بشكل ما أنت تعامل معهم يدخلون حياتك من أجل سبب أنت جدا واعي وبسبب ذلك ستكون مستعد ستكون تحصد مو مستعد ستكون في مرحلة حصاد لكل الأشياء الجميلة كل الأشخاص اللي ممكن يساعدونك على أن تصل إلى أفضل وأفضل رح تكون تحصد هاي الأشخاص وتحصد حتى الفرص في الفترة القادمة أشوفك أن تحصد الفرص مو شخص متواكل أو شخص جالس في مكانه ينتظر أن الفرص تأتي إليها جدا ذكاء منك يا برج الأسد اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة